نعم بعد العملية الإسرائيلية التي نفذت في مخيم الفارع صباح هذا اليوم واستغرقت ساعة واحدة فقط قام بها الجيش الإسرائيلي بقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين جراحهم خطيرة لأن معظم الإصابات كانت في منطقة الصدر ومنطقة الرأس الجيش الإسرائيلي داهم المخيم بشكل مفاجئ حاصر أحد المنازل هناك واندلعت اشتباكات عنيفة تصدى الكوات الإسرائيلية مقاتلون فلسطينيون من المخيم واندلعت هذه الاشتباكات أدت لمقتل أربعة شبان فلسطينيين بينهم شقيقين إضافة إلى الجرح الثمانية قبل أن تنسحب الكوات الإسرائيلية من المخيم بعد ذلك تهاني حدثت عملية إطلاق نار شمال مدينة رامالة أصيبت مستوطنة بجراح والآن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات مطاردة خلف منفذ العملية وكل مداخل مدينة رامالة مغلقة بالكامل وفق شهود عيان الجيش الإسرائيلي أغلق كافة الحواجز ويكون بمطاردة من أطلق النار على هذه المستوطنة وأصابها بجروح